ايه الاخبار يا جماعة عاملين ايه النهاردة بقى فيديو نوع جديد خالص كل حبيبي قالولي يا رباب احنا زينا بقى من نقض حولي شوية يعني اغيري كده اعمل لنا روتينات اعمل لنا يوميات اعمل لنا فلوجات احنا تعبنا بجد من المشاكل والنقض والقرف اللي احنا عاملين نسمعه دوا وقنوات دي تحت بيري السلم وما حد سمع عنها عملين حاجة جديدة فقررت ان انا فعلا اعمل لكو بقى النهاردة فيديو مختلف كده كله طاقة وحيوية خصوصا ان انا شفت فيديو مدام انا كده وقعدة شغالة في الجنينة بصراحة حمستني قمت وقلت والله لا اعمل لكو حد تديهم فيديو بقى جايب من الاخر قلت اشارك لكو بقى اليوم من اول وكده من اول مصحيت انا بقى اعمل ايه لاخر اليوم بصوا دخلت اول حاجة بقى على قط العيال كده قمت مروقة الدنيا زي ما انتم شايفين في السريع ورتبت السرير طفت الانوار ودخلت على قط الانتريه طبعا العيال زي ما انتم شايفين كده قلبين الدنيا بسم الله ما شاء الله عليهم يعني قعد بقى روق كده على قد مقدر ودي كانت شنطة فيها دوم انا مش محتاجاها ركنها على جنب كده لغاية ما يجي البواب ينزل ياخدها تحت يوزحها هوام معرفته كده قفلت القطين بقى ودخلت كمان على القودة التالتة قط النوم هي متروقة مفاش اي حاجة مفاش بس غير رمود اسمه رمود التكيف اللي رميه ندون وازازة مية احمد شاربة طبعا ورميها كالمعتاد ده العادي دخلت عالصالة لقيت طبعا الفطار مازال محضوط بقيت الساندويتشات بقيت شنطة حاجات حلوة كوباية قهوة كده يعني ده العادي برضو بتاعنا قمت روحت مروقة برضو الانتري زي ما انتم شايفين كده الركنة يعني عملت المخدات ودخلت قلت اشوف بقى ايه اللي ورايا في بقية الصالة لقيت المنظر ده برضو على طرابست السفرة قلت والله ما يقس رحت لما هم كده في السريع برضو ده بقيت الكحك اللي كانوا قاعدين بيأكلوا فيه بالليل وسابوه اصلا وروحت كنسة كده على السريع بالمكنسة طبعا انا ما بنامش بالليل غير والشقة تكون زي الفل ما بحبش يكون في حاجة ابدا في الشقة تكون مش نضيفة ولا بتاع ما بحبش الكلام ده بكنسة بالليل قبل منام وباصحة الصبح برضو مع الترويق والكلام ده كله بكنسة تاني فانتو زي ما انتم شايفين كده لو عندي مفيش ولا طراب ولا ولا زبالة ولا اي كلام من ده وروحت دخل على المطبخ بقى رصة الغسالة بتاعت اللطباق رصة الكبيات ورصة اللطباق ورصة كل حاجة عشان طبعا يبقى المطبخ ايه رايق للغدا اللي انا هعمله بصو زي ما انتم شايفين كده دي حاجات مواعين كانت خفيفة بتاعت بالليل اتعشوا وكلام من ده وسبوها هحط بقى البتاع اللي الكابسولة دي بتاعت غسلت اللطباق وشغلها كده على السريع عشان نشوف هنعمل ايه بعد كده بقيت الحاجة اللي ورانا في المطبخ هشوف هعمل لهم غدا ايه النهاردة ادي الغسالة هيشتغلت وسبتها بقى تكمل مع نفسها انا النهاردة هعمل لهم حاجة سريعة كده طبعا احمد مش هيتغدى معانا هيتغدى في الشغل يعني مش جاية على الغدا النهاردة فانا بقى والعيال مفيش غيرنا طبعا وبطوت لسه مع اختي فانا مفيش غير انا والعيال بقى رحت دخلها قلت اعمل شوية مقارونة على السريع وشوية بنيه اسرع اكلة الست المصريع على طول بتعملها والجو نار قلت اشرب شوية بيبسي كده وانا عادة شغالة كنت اه طبعا انا متبلة البنيه من بالليل زي ما انتم شايفين كده بالبصل والملح والفلفل اللي سود واللي عايز يحط طماطم او فلفل اغدر براحته برضو انا دلوقتي بعمل الصلصة بتاعة الماكارونة بضرب الطماطم والفلفل والكلام ده وهحط المية برضو تغلي عشان اسلق الماكارونة عشان انجس في الوقت لان العيال طبعا لما بتجوع مش هتتفاهم معي مش هيستنوني ان انا عادة خلص حاجة فقلت اشاركوا بقى وانا بعمل على طول كده الماكارونة في السريع ده ربط القوطة طبعا الاكلة دي ما بتاخدش عشر دا على بعض ديها دخلت عشان اعمل بقى الصلصة حطيت البصل كده والزيت واستنى بقى ايه لما يتحمر وياخد لون حلو عشان ننزل عليه ايه بالطماطم بتاعتنا بصوا ادي البصل اهو بيتحمر يسيبوا بقى يتحمر كده برواءان ونشوف نحط المية عشان نسلق الماكارونة عشان نبقى ايه انجزنا برضو الوقت حطيت شوية مية هنا وشوية ملح وشوية زيت وسبتهم يغلوا مع نفسيهم وهننزل على طول بالمكارونة بتاعتنا انا مش هعمل اكتر من كيس واحد لان انا والعيال وانا غالبا هاخد معلقتين مش هكتر عشان ما تخنش ودي الصلصة هي بتاعتنا برضو خلاص كده تسبكت وحطيت الطماطم وزي الفل كده نروح بقى جاري نعمل الصلطة عشان برضو ايه نخلص طبعا لو احمد موجود حوار الصلطة دا ما بيسدش لوحده احمد لازم مخلل جنب الاكل واعد اقول له يا حبيبي يا بابا مش لازم حوار المخلل دا دي كلها املاح بس هو ما بيقتنعش بالموضوع دا لازم صلطة وجنبها مخلل طالما في مكارونة او محشي او كده لازم يبقى فيه مخلل انا حمد ربنا ان هو النهاردة مش هيتغدى معانا فالعيال الحمد لله مش هتاكل مخلل بسببه هيكله الصلطة وانا بجد يعني دي اكتر حاجة بركز عليها في الاكل لازم جنب اي اكل في الدنيا يكون فيه صلطة حتى لو الفطار بتاع الصبح لازم يكون فيه صلطة العشاء بحاول ان انا اعمل جنبيه صلطة الغدا طبعا فبقطع اهو الفلفل طبعا بطوت لو موجودة لا يمكن احط في الصلطة فلفل لا يمكن ما كانتش هتدقها حطيت فلفل رومي وحطت فلفل حامي برضو عشان تدي طعم للسلطة بيبقى طعمها حلو جدا اقعد بقى اقطع بقية الصلطة كده عالسريع والمكارونة وراي بتستوي هي هو يدوبك خلاص كده يبقى الصلطة جهزت والمكارونة جهزت وهنقل البنيه برضو مش هياخد مننا حاجة احنا لسه في اول اليوم ويعني احنا لسه براحتنا خلص احنا لسه شايل الفطار اصلا وهم يعني زي الفل كده بس قلت ازبط الدنيا عشان اول ما يبقوا جعنين يبقى الاكل على طول موجود يتحط ياكلوا ما يبقى لهمش حجة لان انا ولادي من نوع اللي هما ايه بيتلككوا ايه ده انت لسه مخلصتيش الاكل طب نروح نطلب بقى فليه بقى ليه لا احنا خلينا باحترامنا كون نعمل الاكل واحنا وقفين في السريع ما خدش وقت وما خدش حاجة هدي نزلنا بالصلصة على طول على المكارونة ونقلب في السريع كده طبعا انا مجرية الفيديو يا جماعة يعني هتلاقوا ان الفيديو سريع دي السرعة بتاعته انا مجريةها طبعا انا اول مرة اعمل فيديو من نوع دوا فسامحوني بقى لو لقيتوا كده تكات في النص وقع اي حاجة مش مشكلة عادي يعني انا اعتبر عملالكو فيديو ومن غير منتاج يعني فيديو على الطبيعة خالص عملت البنية هو بحطه في البيت والبقصومات وحطيت على البقصومات برضو فيجيتار اللي انا قلتلكو عليه لان انا بحبه اللي هو يكون سبايسي شوي وحطيت طبعا فلفل سود وملح على البيت وبعمله بالبيت والبقصومات كده على السريع مش هياخد برضو مننا خمس دايب الضبط وتلاقي كل حاجة جاهزت يعني الحمد لله دي اسرع اكلة تنقذك لو انت عندك تيوف جايين على غفلة اه لو انت عايزة تصرعي في الاكل ما انتش عايزة تقفي طبعا انا مبارح كنت عاملة ملوخية وكنت عاملة فاصوليا وكنت عاملة رز وكنت عاملة فراخ فيعني برضو زهقنا من الطبيق النهاردة حبيت ان انا اعمل حاجة سريعة وطبعا انا عملت مكارونا وانا عارفة انها هتقعد في ارابيزي بس عشان استاذ مازن قال لي لا انا عايز مكارونا مش عايز بطاطس فقلت خلاص اعمله اللي هو عايزه رغم ان انا عارفة والله العظيم الحل هتقعد في ارابيزي في التلاجة بس مش مشكلة عملت له هو اللي هو عايزه عشان ايه ابقى رايحت دماغي منه انا البطاطس بالنسبة لي طبعا اسهل واسرع وكله بياكلها وبتخلص على طول لكن المكارونا انا عارفة انها هترزيني في التلاجة مش مشكلة قدينة اتقبلت هقول بنيه على طول عشان يبقى جاهز على القلية ما يبقاش في اي حاجة نقصة بصوا هنا بقى ما كانش فيه بيد البيت خلص رحت مطلعة بضايا كمان وروحت ايه بكملة شغلة على طول يعني ما وقفتش هو عشر داي بالظبط كان كل الاكل جاهز انا بحب اخلص الاكل بتاعي بسرعة انا عن نفسي انا ما بخدش وقت ونقفة في المطبخ يعني سبحانك يا رب بخلص بسرعة حوار الاكل بالنسبة لانا الحمد لله مش معضلة بحب يعني ان انا انجزه في السريع لكن انا افضل وقفة ساعتين تلاتة في المطبخ ده صعب طبعا وايه جي استاذ مازل هنا يعكسني بقول لي انت لسه بخلصتيش الاكل اقول له يا ابني يا حبيبي اخلص وده ولا هو هنا المهم ان انا خلصته كمية البناء كلها وهقليها على طول في السريع بقى عشان ايه احضل لهم يتغدوا واخلص اطلع لهم الغد عشان اخلص من زنهم عشان هنا كان مازم بقى خلاص جاب اخر وجاع فقولت ايه اخلص حتى بصوا لو تلاحظوا ورايا النهار خلاص خلص كده اللي هو على طول احنا لسه المغرب مدا حيلا يعني انها غد يوم النهار ده على المغرب اكنهم صايمين بس عشان فتر كمان متأخر فانا قلت مش مش كلا لو يعني لغد اتأخر شوية هما كده كده اصلا صحيين متأخر وفترانين متأخر فمش فرقة يعني فقولت افا اللي هقول البناء على طول في السريع برضو مش هياخد ديتين على طول في الزيت انا بحب اطلعوا لونه يكون كده ايه بصوا يكون دهبي ما يكونش اللي هو الغامق قوي ولا الفتح قوي يكون دهبي نزلت بالكمية على طول كده في الطاصة في السريع مش هناخد وقت واوريكم بقى ايه جبت السرفيس بتاعي عشان اطلع في البناء على طول كنت اوريكم صحيح للقهوة بتاعتش انا نسيت اقول لكم المرة اللي فاتت لما وردكم القهوة ووردكم كيس القهوة وكده بتاع عبد المعبود ففي واحدة من حبايبي طبعا الغاليين على قلبي قالوا لي يا رباب انت بتستعمل القهوة من الكيس فخلي بالك ان ريحة اسمه ايه الحبهان بتاعه ما بيبقاش قوي كده طالما انت حطها في كيس وما انتش حطها في البرتمان عايز اصدمك اقول لك ان انا حطها في برتمان ومع ذلك بستعمل من الكيس برضو عادي فهمها اللي هو بسرعة كده اللي اقرب لايدي بستعمله على طول فهمين اللي هو انا يعني ما بتصنعش باعمل الحاجة على طول في السريع وانا وقف اقصتكو يعني مش محتاجة ان انا لا امثل وكبير البرتمان واعمل لا 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 ما عنديش انا الكلام ده خالص هتلاقوا الفيديو بصوا على طبيعته يعني فتحالكوا الكاميرا وسايبا الفيديو عادي خالص انا قلت اقول بنيه وشوفوا انا كده انا مصرع السرعة بتاعته طبعا انا عدت وقت شوية عبل ما تقالى كل الكمية اللي كانت معايا بس انا قلت اصرع لكم الفيديو عشان الفيديو برضو ايه ما يطولش عليكم عشان يبقى في السريع كده ربع ساعة ولا عشر دقايق يبقى كده ايه احنا انجزنا بصوا كده بقلبوا على الناحية التانية هو مش هياخد حاجة على طول هيطلع على طول واللي حابب برضو يزود مع الزيت حتة زبدة بديد طعم حلو قوي للبنيه كمان طبعا ده سبايسي والعيال بيحبوا الحاجات برضو الحرقة عاملين زي لو احمد يقول لي لأ مالوش برضو في الحرقة عامل زي بطوت بطوت لو كانت موجودة وشفت البنيه كانت تطلع تجري لان هي اصلا ما بتحبش الفراخ يعني بصوا انا الحمد لله انا مستغلية عدم وجودها لأقصى درجة مهزر طبعا والله وحشاني وحاسة ان البيت كده مالوش حس من غيرها هنا بقى انا خلصت خلاص الغد اهو على طول في السريع انا دي للعيال بقى يحطوا على الترابيز عشان يعودوا ياكلوا ويرايحوني من زنهم المكارونة غرفتها برضو واجه البنيه طلعه واجه الصلاة طبعا انا عملتها معاكم نوعد ناكل بقى واشوف رأي العيال في الاكل يا رب يعجبهم بصوا بقى استاذ مازن لما يلاقي مكارونة بصوا كانت عجبها المكارونة يعني اول مرة يطلبها مني بصوا قعد ايقول لكم بقى طحفة طبعا انا اخدت رأيهم في الاكل يجي عشرين تلاتين مرة ايه رأيك يا عمر في الاكل يقول لي فضيع يا مازن طحفة بصوا حاجة ده بقى جايبة من الاخر البنيه طبعا مستوي والمكارونة والصلصة حاجة كده فضيعة طبعا دي اسرع اكل الواحد يا كلها بسرعة لو انت وراك حاجة او عايزة تنجزي يعني في الاكل ما تقفيش تطبخي ولا كلام من ده لو في حد جايلك دي اسرع اكل على طول بتتعمل والحمد لله اكلوا الصلاة اخيرا والمكارونة عجبتهم والبنيه الاكل كان سخنه وكان طحفة اكلوا بقى وانا قعدت ايه اكل معاهم قلت يا لهوة على الضايت الضايت خلاص اتضرب ما بقاش نافع هنا بقى افتكرت مدام هناء انا انا وهي بيبصوا يا حوار الاكل ده عجيب وقسم بالله افتكرت مدام انا وهي قاعدة بتاكل بتبقى عسل انا بحب بصراحة تفرج عليه وهي قاعدة بتاكل هي ومجنة بيبقوا كده بصوا حاجة سكر انا عادة اكل برضو معاهم اهو زيهم عادة اكل انا ولعلو عمل اسألهم برضو ايه رأيكم في الاكل بصوا يعني انا زلتهم شوية مكارونة وبنيه زلتهم كل شوية ايه رأيكم في الاكل المهم انه هم ايه بيرفعوا من معنوياتي فاهمين اللي هم بيبقوا مبسوطين كده وانا بصراحة بقى مبسوطة لما حاجة بعملها وبتعجبهم يعني اسيبهم هم بقى يكملوا اكل وهو ما شوف انا ورايا ايه وراحة فين انا كده الحمد لله خلصت تلت تربع لورايا النهاردة كده تمام ما واريش حاجة حتى ما واريش غسيل ولا ورايا اي حاجة كده كله زي الفل وكله تمام يعني بصوا مش ناقص حاجة ودي يا جماعة الاجازة عارفين الانتخة ديا بتبقى حاجة جميلة الواحد يشرب مجن نسكافيبة وصاد التلفزيون بعد كل البهدلة السودة اللي الواحد فيها ديا كده زي الفل على الاقل الواحد بصوا في طاقة كده عارفين لما يكون الواحد ما بيسمعش ناس ملاش لازمة تحسوا ان الواحد مبسوط ونفسيا كده يعني نفسوياته كده مرتفع عارفين يعني ايه نفسوياته مرتفع زي ما بيقولوا نفسيته في السماء وحاسس كده باشراقة فهمين يعني حتى الفيديو دوا يشجع ناس كتير ان هي تقوم تشتغل تقوم تعمل اي حاجة تنجز حاجة في بيتها لكن هنفضل قاعدين نسمع ناس هم اصلا يعني ربنا يا عافينا مخهم ضايع مخهم رايح منهم والله العظيم ما ليهم لازمة يعني الواحد اللي هيسمحهم مش هيتحرق خطوة لقدام وهيفضل قاعد طول العمر جنبيهم ولا ليهم لازمة ولا ليهم عازة فليه الواحد يعمل في نفسه كده لا الواحد يبقى عنده نشاط يبقى عنده طاقة يعمل حاجة على القل فيديو يبقى مفيد للناس واحدة تشوفني مثلا انت قمت تشجع تعمل حاجة بتاع الكلام ده لكن التانيين دول ولا بيقدموا ولا بياخروا دخلت عامل بقى كوباية شاي كده عجب ودي الشقة اهي بعد اه بعد ما كل حاجة بقت تمام بصوا ادي الصلاة كده تروقت اهي معانا ودي قدت الانتري برضو زي الفل يعني البيت كله مفهوش الهوى بصوا انا مرتبة كل حاجة وكنسة طبعا الشقة وعملة كل حاجة مفيش حاجة تانية تتعمل ودي قدت العيال اللي هيبهدلوها بالزبط بعد عشر دقايق من ترويقها مش مشكلة يعني دي مش اخر ترويقة في اليوم يا جماعة يعني دي تقريبا الترويق الاولى لسه بقى معاكم بقى تلات اربع ترويقات كمان عبل منيجي النام اتلاو كل حاجة متبهدلة ودي قدت النوم مش محتاجة يتعمل فيها حاجة لان انا على طول شغالة فيها وعلى طول مزبطاها دي اكتر قوضة باهتمي بيها في الشقة عشان لما احمد يجي يلاقي ايه الدنيا هادية وما يبقاش في اي حاجة خالص كده الحمد لله يبقى الفيديو بتاع النهاردة خلص والمطبخ زي ما انتم شايفينه كده مترويق وميد فل واربعتاشر والشقة زي الفل مفيش اي حاجة تانية تتعمل يا دوبا تنشرب كوباية الشاي بقى ونوعق بمزاك كده مورناش اي حاجة متنسوش بقى لايكاتكم الحلوة كتير 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 وكمونتاتكم واشوفكم على خير الفيديوهات اللي جايب سلام عليكم